مرحبا أن تبقى طبيبات بالحلقة الأولى من شرح صوتي لـ Pathways of the Pulp اليوم سنبدأ بالـ Diagnosis اللي هو التشخيص طيب، إشه هو التشخيص؟ التشخيص هو القدرة على ملاحظة الخلل المرضي الذي يعاكس الحالة الطبيعية الصحية فهو الهدف منه تحديد المشكلة التي يعاني منها المرين ومعرفة سببه فبحالة الأسنان، هل هي نخر، رود، كسر، حساسية؟ نبدأ أول شيء بأخذ الشكوة الرئيسية للمريض هو ليش أجال عنه؟ فيه فورمانت جاهزة ممكن نعبي فيها المعلومات الخاصة بالمريند وشكوة الرئيسية وتساعدنا بتشخيص وهي كمان تعتبر كأداة توصيق للحالة اللي موجودة للمريض بعدين ننقد التاريخ الطبي ما هي الأمراض التي يعاني منها؟ ممكن تكون أمراض وعائية، قلبية، احتشاءات، صدمات، صمامات صناعية، ارتفاع في ضغط الدم، سكري، أمراض ربو، مشاكل تنفسية، صراء، اتهاب كبد، حمل أي أمراض يعاني منها أو حالة صحية يعيش المريض يجب أن تدون وأن تأخذ بعين الاعتبار بعدين نوصل لتاريخ السنين يعني هي عبارة عن خمس أسئلة أساسية لازم نسأل الطبيب حتى أنه يوصل لتشخيص مبدئي عن الحالة سؤال الأول هل تستطيع تحديد مكان الألم؟ ممكن تقل لي أنت وين بتطبط على تترجع؟ هذا الشيء كثير بسهل على الطبيب ويوجهه للنقطة الأساسية اللي يبحث عنه سؤال الثاني لماذا بدأت الأعرض أول مرة؟ إما تبلشت تحس بالألم؟ كان بعد ما ضغطت شيء آسي؟ هل كانت مترافقة مع وجع بالرأس أو وجع أو التهاب في الجيوب؟ طيب سؤال الثالث ما مقدار الألم؟ يمكن تحدد ليه من واحد لعشرة وقت المريض عم بقدر يحدد مقدار الألم فبيعطي انطباع للطبيب أنه هل أنا أمام حالة لوبية؟ أم لا هل كمان أي درجة من درجات المعالجة اللوبي؟ أي درجة من درجة التهابات اللوب أنا عبواجه؟ السؤال الرابع ما الأشياء التي تزيد من الأعراض؟ هل هي تزيد على المضغ؟ على البارد؟ على السخن؟ هل هي عفوية؟ غير عفوية؟ هاي الأسئلة كمان بتضل الطبيب على نوعية الألم اللي عبت تكون موجودة لننتهي بالسؤال الخامسة اللي هي طب الأعراض تستمر فترة طويلة أم تذهب وتعود؟ استمرارية الأعراض كمان بدلنا هل هو الألم بالالتهاب ردود أم غير ردود؟ بعدين خلينا ننتقل لمرحلة الفحص خارج الفموي يعني ملاحظة التعبير الوجيه للمريند أثناء دخوله للعيادة فملاحظ أن الانتباجات اللي ممكن تكون على الوجه هي بتعبر مكان الانتباج يعبر عن مكان الألم بس خلينا قبل ما نعطي مثال نحكي عن فكرة المسافات الوجهية المسافات الوجهية هي عبارة عن مسافات غير موجودة بحالة طبيعية ولكن الحالة المرضية تمتلئ بالإفرازات القيحية بتكون هي موجودة بعدة مناطق بالوجه والعنق فهي اشو اشو تعريفة هي المسافة بين النسيج الضام المغطي للأعضاء وبين جدار العضو نفسه يعني فهو المسافة بين مثلا العضلات أو الأوردة والشرائين والغداد اللعابية وبين النسيج الضام المغطي لألم ففي عنا هون المسافة النابية المسافة الدهليزية وعدة مسافات تانية خلينا ناخد مثال عملي عليها وانا اجل مريض في انتباج روح غياب الطي الشفوية الأنفية على هذا الطرف من الأنف وصل إلى العين وأدى إلى انغلاقة هذا يعطي إشارة للطبيب أن مصدر الانتباج هو المسافة النابية فبتوجه الطبيب إلى منطقة الناب ليتم فحصها وتحديد وتأكيد التشخيص هون في عنا انتباج بالشفة العلوية ومنطقة تحت الأنف فبتوجه كمان الطبيب معناته أن المنطقة المصابة يمكن أن يكون فيها الآفة حول الزروية هي القواطع العلوية بينما وقت بيكون منطقة الإصابة هي في المسافة الدهليزية فبيكون الانتفاق في منطقة الخدية إلى الأسنان الخلفية بشكل أساسي فبيكون سبب الانتفاق هو الانتباج هو الأسنان الخلفية الضواحك العلوية والضواحك السفرية والأرحاء الأولى السفرية بينما الأرحاء الثانية والثالثة السفرية فهنين بيكون 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 مسار التفريغ بيكون لسانيا فيشهد يعني داخل فاموي ما بيكون أنه خارج فاموي عنا هون الحالة منلاحظ الانتباج الكبير بالمنطقة الدهليزية وتفحصنا داخل فاموي شفنا أنه مصدر الانتان هو الرحة الأولى السفرية وهن تصوير شواعي بيوضح وجود تشوفوا فيه حول الجزور للرحة الأولى السفرية انتباج المنطقة تحت الزقنية فبتكون مترافقة معها في حول الزروية للقواطع السفرية وتبكون لنا صور خارجي على المنطقة الخدية أو المنطقة الوجهية للمريض فممكن أنه يفكر أن المنشأ جلدي ويتوجه إلى أطباء جلديين ويأخذ أدوية وما يستفيد وبعد ذلك يتحول لطبيب الأسنان فهون هاي الحالة كان السبب السببه هو هو قافة حول الزروية مترافقة مع الناب السفلي الأيمن فصار فيه شق جراحي وتفريغ للمفرزات بعد ومعالجة ومعالجة الناب بعد ثلاثة شهور ملاحظ أنه فيه شفاء لكن صار ندبة وهذا الشيء ملاحظ وقت بيكون تصريف خارج في موي أنه يعني غالباً بيتبقى فيه ندبة مكان التفريغ مكان الشق مثلاً هون كمان كان سبب كان هنا الانتباج بالمنطقة تحت الزقنية فنحنا منشك أنه هو مترافق مع أعراض حول الزروية لستانية السفلية وبالفعل تم معالجة تستانية السفلية لكن ملاحظ أنه هون الشفاء صار فيه انخماص بالجلد وما رجل على الحالة الطبيعية الأديماً لإله خلال خلينا ننتقل للفحص الداخل في موي ممكن نلاحظ أنه فيه انتباجات جلدية تحت بالمنطقة الزروية للأسنان المصابة نلاحظها داخل في موياً النسور ما هو النسور؟ هو عبارة عن اتصال بين المنطقة الزروية للسن وبين المخاطية اللسوية الوجهية وبيكون هذا الاتصال مبطن بنسيج حبيبي ممكن ظهور هذا النسور ما يترافق بألم لكن لأنه المريض أنه كان فيه ألم سابق متقطع أو بدرجات متفاوطة قبل ما يفتح النسور وبعد ما فتح النسور على الصرف وجهياً بأي منطقة فتح فيها فبيخف الألم نتيجة أنه ضغط المفرزات خف اللي كان موجود في المنطقة حول الزروية في طريقة اللي نشوف في مصدر القافحة حول الزروية هو أنه نخد قمع كوتا 25 إلى 30 مندخله بفتحة النسور وأنه نشعر أنه فيه مقاومة بعد أنه مناخد صورة زروية ومن اللي بتدل أنه من وين فتحت السن اللي عبي يصرف مصدر اللي يكون عبي يصرف هذا المصدر الانتاني فمثلاً هون بهذه الحالة الانتباه نشكان عم بشمل الرحة الثانية وعملنا هاي الطريقة ودخلنا الكوتا وصورنا مصدر الانتان كان من الرحة من الضاحك الأول خلونا نحكي عن التشخيص التفريقي بين الجيوب اللسوية وبين الجيوب الرزرية فالجيوب اللسوية بتكون عريضة وبيكون الخسارة العظمية بتكون واسعة حول الجذر بينما الجيوب الجذرية إذا كانت ديئة وإذا كانت تعميقة إذا كان إنه شكل الخسارة العظمية محدود حول الجذر وعلى شكل حرف جاي فهون نحن بنشك بالكسور ومن المسائل التشخيصية هي القرع يعتبر الطرق من أحد الطرق التشخيصية لحتى نشخص التهاب الرباط فالتهاب الرباط فالتهاب الرباط ممكن يكون يحدث نتيجة رد أو نتيجة عددات طبقية سيئة وممكن يكون نتيجة آثة حول الجذرية أو حتى آثة نسوية عادة ما بنفحص السن المقابل والسن المجاور للسن المراد فحصه لحتى يكون هو دليل تشخيصي على حدوث الألم بهذا السن فإذا عطى الأسنان اللي قبل والأسنان اللي المقابلة إذا عطت استجابة طبيعية فهذا بيساعدنا على تحديد مكان الألم بشكل أفضل الآن الآفات الحول الزروية بالفحص الحول الزروية فإذا وجدنا فيه جيوب لسوية هذه الجيوب ممكن تكون سببها سن المنشأ منقافة حول الزروية فعند أداء المعالجة اللوبية ممكن أن تشفى هذه الجيوب حول اللسوية لكن إذا كان أنه السن ما له علاقة بالجيب اللسوي اللي صار فما بتأثر المعالجة اللوبية على شفاء الجيب اللسوي لما بنفحص الحرارة والسن بيعطينا عدم تأثيره بالمؤثر عدم استجابته للمؤثر أو بقاء الألم لمدة طويلة بعد إزالة المؤثر أو حدث أنه ألم مفاجئ وفوري ومؤلم فهذا بيدل أنه معنات السن عبيعطي استجابة غير طبيعية وبدل أنه فيه مشكلة بهذا السن عدم استجابة السن للفحوص الحيوية اللي هي الحرارة والبرودة والكهرباء فممكن أنه يدلنا أنه معنات هذا السن متموت إذا كان وحيد الجزر لكن السن المتعدد للجزور فممكن أحد الجزور يعطينا أنه فيه تموت لكن بقايا اللوبية الموجودة بالجزور التانية تعطي استجابة ودل أنه لستعب فيه بقايا حية في هذا الجزر فهوحد يكون منتج ممكن يدل أنه فيه آفة حول الزروية وصلت لألتهاب رباطي وممكن يدلنا أنه فيه تصندع بالقسم التاجي من السن شعور رح أفرق بيناته أنه قوة بيكون الألم هو منشأه الزروي فبأي مكان من سطح السن المريض عبيعض عليه بأي مكان عض عليه رح يشعر بألم بينما وقت بيكون فيه تصندع بجزء من التانج فبيكون الألم محدود بالحدبة اللي موجود فيه هذا التصندع فيفضل عند إجراء فحص العانض أن يكون العانض على كل حدبة على حدة حتى نعرف وين مكان التصندع إذا شكنا أنه هو تصندع تاجي وليس العلاقة بآفة حول الزروية التصندعات ممكن نكشفها بالملون المثالين الأزرق بأنه نطبقه بأطنة على السطح المراد فحصه ونشيل الزائن بأطنة مبللة بكحول ونشوف الخط ونشوف مكان بقاء هذا الملون كمان ممكن نكشوفه بالضوء استعمال الضوء لما ببقى يعني لما التصندع بسمح لمرور الضوء خلاله فهو يبدل على وجود هذا التصندع فبيدلنا على مكان التصندع في حال ما قدرنا من كل الفحوصات السابقة ما قدرنا نحدد مكان الألم ممكن نستعمل التخدير المحدد اللي هو بيحدد لنا الألم بالفك العلوي ولا بالفك السفلي لكما من قدر نأخذ منه تشخيص دقيق عن مكان الألم داخل الفك الواحد يعني نحن منخدر فبنتشر المخدر للأسنان المجاورة فما بيعطينا تشخيص دقيق عن مكان السن نفسه لكن ممكن أنه نحن نعرف إذا كان مصدر الألم هو الفك العلوي أم الفك السفلي بعدها مننتقل للفحص الشوعي اللي بيقول عنه الكاذب أنه هو فحص يعني لا يعتمد عليه بشكل فردي وإنما يجب إجراء معه الفحوصات السريرية التالية مثلا عندنا هون سنية سفلية شعايا نبين أنه في آفة حول الزروية لكن السن حي ولا يحتوي على نخر ويستجيب للفحوصات اللوب لذلك تم أخذ خزعة وتبين أنه هو سمنتومة يعني كان في آفة مشبهة بالآفات الزروية رح نحكي عنهم بالتفصيل بالحلقة الجاية إن شاء الله كمان زاوية التصوير ممكن أنه تورجينا يعني شغلات أكتر هاي السنسور وهون السبيسيتي اللي كتير ركز عليها بهذا الكتاب إنه هي رح تكون الوسيلة التشخيصية تقريبا الأساسية في السنوات القادمة خلينا نحكي عن التصدعات والكثور أبسطة هي الغريز لاينز ممكن تكون طبيعية موجودة بالقسم المينائي من السن هي بس بتكون امتدادة للميناء وما يعني لا تسبب أي من الألم ممكن تكون متواجدة بشكل طبيعي أو نتيجة رض لا يتحتاج إلى أي تداخل إلا في حال انزعاج المريض من الناحية الجمالية ممكن تداخل بترميمات ضوئية أما إذا كان امتد هذا الخطوط التصدع امتدت إلى العنج وصار في عنا تصدع فهون يعني بتتراوح المعالجة من ترميم ترميم بالكومفوزيت إلى معالجة لبية إلى بالأخير ممكن ينقرر الطبيب على السن ولما بيكتشف الطبيب وحدوث هذا النوع من التصدعات لازم يخبر المريض أن زار السن بيصير أقل بكتير وممكن يعني أنه في مرحلة أنه يختصر للطبيب يعني يختصر أنه إعادة المعالجة يعني أحيانا بيكون هذا التصدع هو سبب لفشل المعالجة اللوبية فبيوصل يعني الطبيب يشوف أنه ما في فائدة من إعادة المعالجة وبطار أنه يقلع السن البرتكل روت فراكتشور اللي هو الكسر الأفقي للجزر السن هو ما هو ضرورة يوصل لمنحلة السبليت توث اللي تقسم السن إلى قسمين لأن كان وجوده والقدرة على تشخيصه بيكتير بيسهل على الطبيب معرفة يعني أنه العلاج المناسب وإنزار السن فيما بعد مثلاً عندنا هون هذا السن عليه من الدهب المصبوب لا يستجيب لاختبارات الحيوية وجود فقد عظمي كبير حول الجزر فهون أكد التشخيص أنه هو فهون شكل الدكتور أنه معناته فيه كسر بعد القلع تبين أنه بالناحية لوحشية من الجزر يوجد كسر عمودي بالحال الثاني كمان نفس الشي في عنا جيب عميق وحين جيب عميق ممتد 12 ملي متر وفقد عظمي حول الجزر ويوجد أيضاً مع وجود وتد جزري طويل فبعدها الألعاب كان واضح يعني بشكل كتير كبير وجود الكسر الطولي الطولي العمودي يعني دقيق الجزر هلأ من الشغلات اللي هيك خلينا نضوي عليها هو إيش والفرق؟ خلينا نعرف سريلياً كيف منفرق التشخيص التفريقي بين الحساسية السنية وبين التهاب اللوب الردود بتكون الحساسية السنية مترافقة مع انكشاف عاجي بدون أي تخرب وبدون أي نخار في السن وبتكون الألم حاد وقصير وغالباً ما بيكون بالمنطقة العنقية للسن بتكون الحساسية السنية سببها هو تحرك السوائل بالأقنية العاجية نتيجة استجابتها للمؤثرات من الحرارة والبرودة والكهرباء وبتكون سببها يعني بعض الإجراءات السنية ممكن تكون تسبب الحساسية السنية مثل التقليح وتبيض الأسنان بينما التهاب اللوب الردود فبيكون يعني غالباً مترافق مع ترميم حديث عميق مع نخر ضحل وبيكون وبيكون يعني نوع الألم بيكون أطول شوي من لكن لما بفقد اللوب قدرته على الشفاء فبتحول لألتهاب اللوب غير ردود وبصير الألم عفوي ومستمر أو متقطع سوف نختم أخر شيء بأنه نحكي عن الـ أو الألم المموه أو المنتقل يعني بيكون هو أصله بمنطقة لكن بنتقل لمنطقة تانية بيكون هذا الألم بيكون مصدره بالأسنان الخلفية السفلية أو العلوية وبينتقل للمنطقة الأزنية وبينتقل أو للفك المقابل يعني إذا كان هو أصله بالسفلية فهو كان ينتقل للعلوي إذا كان بالعلوي كان ينتقل للسفلي لكن قليل أن يكون مصدره بالأسنان الخلفية ينتقل للأمامية أو قليل كمان أن يكون مصدره بالأسنان الأمامية ينتقل للأسنان الخلفية فغالبا هذا النوم للألم بيكون مصدره بالأسنان الخلفية وبينتقل للفك المقابل أو للمنطقة الأزنية كان الطبيب بعد ما يجري كل هدول الفحوصات السابقة يوصل لنتيجة أنه مصدر الألم غير سني وما له علاقة بالأسنان وممكن يفكر بخيارات تانية تكون هي مصدر الألم بعيد عن منطقة الفكين والأسنان وإن شاء الله يعني رح نحكي عنا بالحلقة القادمة إن شاء الله شكرا على خير السلام عليكم خلينا اللخيص اللي حكينا بالقبل ما هو التشخيص؟ التشخيص هو القدرة على ملاحظة الخلل والمراض الذي يعاكس الحالة الطبيعية يعني نقدر نحدد المشكلة ونعرف سبب حدوثها بأول شي ناخد الشكوى الرئيسية اللي أرجى دفعت مريض للقدوم بعدين مناخد تاريخه المرضي وشو الأمراض اللي عبيعني منه وحالته صحيح بعدين مننتقل خمس أسئلة لازم نسألها بتعطينا فكرة أولية عن المشكلة اللي عبيعني من المريض أولا هل يمكن لك أن تحدد مكان الألم وتحكي لنا عن الأعراض قيمة تبديت القلم تحدد لنا شئت درجته وكمان قيمة بزيد وقيمة بخاف وهذا بستمر لفطلة طويرة أو متقطعة بعد ما هي أخدنا الأسئلة مبلش بالتشخيص خرج الفمويه هو منلاحظ تغيرات الوجهية على المريض فالانتفاخات الوجهية اللي بتكون مسنية المنشأ غالباً تكون نتيجة تفريغ المفرزات الاتهابية في المسافات الوجهية المتوزعة في منطقة الوجه والرقبة ممكن أن يكون هذا التفريغ ممكن أن يكون داخل الفمويه ويشاهد على انتباجات جلدية مكان الجزار يعني ويفتح كناسور طيب ايمت بكون التفريغ خرج فموي نشوفه على الجلد وامت بكون داخل فموي الأساس هو مكان ذور الأسنان بالنسبة لأرتكاز العضلات فإذا كان ذور الأسنان العلوية فوق اتصال العضلة وذور الأسنان السفلية أسفل اتصال العضلة فبيكون الافراز القيحي خارج فموي وبطلع على انتباج هيك مبين للخارج الفموي والعكس صحيح إذا كان بالمقلوم فبيكون الافراز الداخلي تتذكروا أنه الرحة الثانية والثالثة السفليات بيكون افراز انتجاه افراز لسانيا داخليا أما بالنسبة لفحص النسج الرخوي فهون دخلنا للفحص الداخل الفموي بنفحص الانتباجات اللستوية المترافقة مع الآفات حول الزراوية بنشوفه هات الناسور اللي إنا ممكن ندخل فيها قمع كوتا مشان نعرف من أي سنع بجي الامتان وبنفحص الجيوب حول السنية وانشان ممكن نفرق بينها وبين الجيوب العلاقة بالكسور ان الفرق بيناتهم ان الجيوب حول السنية بتكون عريضة مع امتصاص عظمي واسع بينما الجيوب اللي مترافقة مع كسر طولي طولي بالسن فبتكون الجيب وحيد وعميق والامتصاص بيكون متوضع حول الجزر وبشكل حرف جاي بعدين فحص حيوية السن ممكن نعمله حرارة برودة وكهرباء فإذا كان على اختبار الحرارة انو واحدة من دول الاستجابات فمعناتها في مشكلة لبية اذا استجاب استنى فترة طويلة بعد ازالة الموسير اذا لم يبدأ اي استجابة واذا ابدأ استجابة حادة ومؤلمة فمعناتها انو فيه مشكلة لبية عم نواجها بعدين اذا بدنا نفحص الاسنان اذا فيها كسور او صدوع او حكينا عن غريز لاين اللي هي اخف اخف شي هي عبارة عن تصدعات مينائية فقط ممكن ان تكون طبيعية وممكن ان تكون نتيجة رض لا تحتاج الى تداخل الا في حال انزعاج المريض من الناحية تجعلية فانو ممكن انو نكشوف عن التصدعات والكسور شوعيا بالشي اللي حكينا قبل او عن طريق هون ملوان الميثيلين او عن طريق الضوء طيب بعدين فيه فكرتين ختمنا فيهن ان شو ممكن ان نفرق بين انتهاب اللوب الردود والحساسية السنية فقالنا ان الحساسية السنية تترافق مع اسنان سليمة وتكون بسبب الانكشاف العاجي في المنطقة العنقية نتيجة بعض الاجراءات السريرية كالتقليح وطبيض الاسنان وبتكون الالم لكن انه سبب انه ممكن ان خربت بينه وبين انتهاب اللوب الردود انه تشابه الاعراض السريرية فتننتهم بيكون ألم حاد وفجائي لكن يزول بسرعة فبالتهاب اللوب الردود بيكون مترافق مع حشوة جديدة ترميم جديد او ترميم فيه تصدق او انه مو جيد او نخر ضحل فواحدة من هدول يعني انه بيكون بيكون الالتهاب اللوب الردود يعني مرتبط مع السن فيه يعني فيه ترميم مو انه سن سليم ما فيه شيء اخر شي حكينا عن الالم المنتقل وقلنا انه هو الالم اللي بيكون مصدره بمكان معين لكن بيعطي بنتقل لمكان تاني وقلنا غالبا بيكون مترافق مع الاسنان السفرية الخلفية وبينتقل الالم للمنطقة الادنية الادنية الصدغية او للفك المقابل لكن قليل انه يصير بالمقلوب بحيث انه يكون سبب الالم هو الاسنان الامامية وينتقل للخلفية وقلنا قليل انه الالم بالاسنان الخلفية ينتقل للامامية بيكون اما الفك المقابل او الخلفي او للمنطقة الادنية واخر شي انه ممكن بعد اجراء كل هدول الفحوصات السابقة والفحص الشواعي ما نوصل لنتيجة نوصل لنتيجة انه الالم هو مصدره غير سني فرح نستقصي اشو الالم اللي تكون مصدره غير سني لكن موجودة في منطقة الوجه والفكين ان شاء الله بالحلقة اللاحقة موسيقى